مشاهدين أسعدتم مساءً إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة هناك انخفاض على درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمة ولكن الطقس يكون ربيعي لطيف إلى معتدل أثناء النهار لكنه يميل قليلا إلى البرود أثناء الليل مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ اليوم أن هناك كتلة هوائية معتدلة الحرارة تمثل اللون الأحمر تؤثر على المملكة لكن هذه الكتلة الهوائية أو اللون الأحمر يتراجع وهناك اللون الأصفر يتقدم الذي يمثل درجات الحرارة الأقل من الكتلة التي أثرت نهار يوم الاثنين وبالتالي تسيطر تقريباً كتلة هوائية لطيفة الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمة وبالتالي هناك انخفاض واضح وتدريجي على درجات الحرارة أيضاً الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة الأجواء صافية لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى تقريباً أعلى من المعدل بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات مئوية وتسجل الصغرى المتوقعة 16 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد الثلاثة انخفاض على درجات الحرارة يعني تنقفض تقريباً ما بين 5 إلى 7 درجات عما وصلت إلى نهار هذا اليوم الاثنين وبالتالي غد الثلاثة تكون الأجواء أثناء النهار مشمسة ربيعية لطيفة ودرجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية بينما أثناء الليل بتكون الحرارة الصغرى بحدود 14 درجة مئوية تميل الأجواء قليلاً إلى البرودة خاصة في ساعات الصباح الباكر وبعد منتصف الليل يوم الأربع والخميس انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة بتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها تكون الأجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل إلى البرودة قليلاً أثناء الليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الأربع العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أقل من معدل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة وأيضاً أثناء الليل تميل الأجواء إلى البرودة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية أيضاً الخميس تبقى درجات الحرارة العظمى المتوقعة بحدود 22 درجة مئوية تبقى الأجواء اللطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودة ليلاً وتبقى درجات الحرارة العظمى المتوقعة أقل من معدلات ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية العظمى المتوقعة يوم الخميس بحدود 22 درجة مئوية والصورة بحدود 14 درجة مئوية الأحوال الجوية تبقى وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة من المملكة في المناطق الشمالية إربد 26-15 عجلون 23-12 جرش 25-15 والمفرق 25 إلى 13 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 24 العظمى والصغرى 14 مأدبة 24-14 عمان 23-14 البحر الميت 34-21 والزرقاء 26 إلى 15 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضاً أجواء لطيفة أثناء النهار لكنها تميل قليلاً إلى البرودة أثناء الليل الكرك 24-14 الطفيلة 23-14 الشراح 21-11 معان 25-14 العقبي الأجواء معتدلة إلى حارة نسبية أثناء النهار لكنها لطيفة أثناء الليل والعظمى المتوقعة 33 والصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة أثناء الليل تميل للبرود قليلاً في ساعات الصباح الباكر الأزرق 29-14 الصفاوي 29-14 والرويشد 29-15 درجة مئوية مشاهدينا شكراً لمتابعتكم ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة